ما إن يخرجوا من مطب حتى يسقطوا بحفرة ثم هاوية وبشكل طردي أيضا تسوء حالة العراق حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم فأقل ما يقال عن المدن إنها غير صالحة للعيش أو عن البيئة بأنها خاطرة للغاية أما البنى التحتية فانهيارها بات علامة فارقة للعراق وبالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة وما يشاع من معود إصلاح وعهد جديد ستشهده البلاد تقول المعطيات والوقائع إن شيئا من هذا القبيل لن يحدث حتى معاهد البحوث الغربية ووكالات الاستشارات الدولية تؤكد ذلك ومن هذا ما قالته وكالة فيتش سوليوشن الأمريكية للاستشارات الاقتصادية والسياسية بأن التحديات التي تواجه حكومة عبد المهدي كبيرة جدا كالعراقيل في مفاوضات البت بمرشحي الوزارات الأمنية التي كشفت عمق الانقسامات بين شركاء العملية السياسية كما أنها تتوقف بين الحين والآخر حتى وصل الأمر إلى مغادرة بعض النواب للبرلمان احتجاجا على المرشحين الذين قدمهم عبد المهدي لشغل وزارات الدفاع والداخلية والعدل وتضيف الوكالة إن عملية اتخاذ القرار ستبقى مقيدة ما يجعل الحكومة عاجزة عن تحقيق التقدم في توفير الخدمات الأساسية في محافظات العراق لا سيما وأن البرلمان كما تقول الوكالة على درجة عالية من التشضي والانقسام وختمت المؤسسة الأمريكية تقريرها بالقول إن كل هذه العوامل من عدم استقرار سياسي وأمني وصراع محتدم على المناصب تجعل من الاقتصاد العراقي في الدرجة الخامسة من بين 19 سوقا هي أكثر اقتصادات العالم تعرضا للمخاطر